استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسف بارل والوفد المرافق بحضور سفيرة الاتحاد لدى لبنان ساندرا دوال والمستشار الألمي للرئيس بري علي حمدان اللقاء الذي استمر زهاء ساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتدعياته الأمنية والسياسية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الرئيس بري ثمن عاليا مواقف بورل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة في مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والذي يتواصل منذ نحو عام مؤكدا أن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه الرئيس بري خاطب الموفد الأوروبي بالقول لقد شهدتم بأنفسكم الغطرصة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل في النقورة في جنوب لبنان وحول الوضع السياسي الداخلي اعتبر رئيس المجلس أن الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستوريا وخاصة خلال الشغور الرئاسي وقال إننا نعمل بكل جدية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة رئيس المجلس استقبل أيضا السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون وتناول البحث آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين